بمناصبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى نظمت مدرية الأمن العام اليوم احتفالات في أقاليم المملكة كافة وبمشاركة عدد كبير من متقاعديها العسكريين احتفلت مدرية الأمن العام اليوم بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة كافة وبمشاركة جمع غفير من متقاعديها وعبر المتقاعدون العسكريين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي خصهم بهذه المناسبة وإيلائهم جل الاهتمام والرعاية مثمنين حرص مدرية الأمن العام على التواصل معهم وتلمس احتياجاتهم مؤكدين أنهم سيبقوا الجنود الأوفياء المخلصين لتراب الوطن ولقيادته الهاشمية الحكيمة في هذه المناسبة الطيبة نشكر مدرية الأمن العام وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة على مد هذا الوطن الحبيب الذين يحمرون البلاد والعباد وشكرا جلالة سيدنا عضينا عمر كامل ونخدم بإيادات وشطة نسائية فهذا اشي كتير حلو يعني أنه نظن على اتصال معهم ما بيقطعونا دائما بتواصلوا معنا فهذه بادرة كتير حلوة وأنا لاقي كثير من تقاعدات كثير مبسطين بهذا الاشي أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مولايا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين على هذه المبادرة التي لن ينسى ولن يغفل عن المتقاعدين أو المحاربين القدامى في هذا البلد الأمين ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة إيمانا بما بذله المتقاعدون العسكريون خلال مسيرتهم وخدمتهم العسكرية من تضحيات وجهود كبيرة واستذكارا لأرواح شهداء الوطن والواجب والمصابين العسكريين